اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومرايات المجموعة الثالثة للمرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 والتي تستضيفها المملكة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بإطلاق حملة دعم المنتخب تؤكد حرص سموه على الوقوف إلى جانب المنتخب الوطني في مهمته بالتصفيات المزدوجة وتهيئة الأجواء المثالية أمام الأحمر من أجل تقديم أفضل المستويات في مبارياته بالتصفيات وحصد المزيد من النقاط التي تضمن له المنافسة على بطاقات التأهل وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تصفيات قوية مع منتخبات آسيوية قوية وهو أحوج في الفترة الحالية إلى تحقيق التضامن بين الأسرة الرياضية بصورة عامة والمنتخب الوطني من أجل الوصول إلى تحقيق حلم مملكة البحرين بالصعود إلى كأس العالم لتأتي حملة دعم المنتخب لتكون بمثابة الجامع والدعم للمنتخب الوطني في مسيرته بالتصفيات التي ستحتضنها البحرين والتي نتطلع أن يحقق فيها المنتخب الوطني نتائج إيجابية في جميع مبارياته